تغيرت المعطيات العسكرية والسياسية فقد رجحت الكفة لصالح حكومة الوفاق عقب تحرير المنطقة الغربية بالكامل وبلوغ الجيش مشارف سرط والجفرة مما زاد إسرار رئاسي على تمسك بشرطه الذي وضعه وأرتال ميليشيات المعتدي على أسوار طربولس الجنوبية ألا وهو أنه لا حوار مع حفتر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج جدد التأكيد على ذلك في مكالمة هاتفية مع الأمين الآم للأمم المتحدة أنتوني وثيرز الذي كان موجودا بطربولس في أول يوم من العدوان منذ عام ونيف كما أن السراج رفض قبول استمرار سعي بعض الأطراف اعتبار حفتر شريكا سياسيا وإطفاء الشرعية عليه بعد اليوم التمسك بهذا الشرط رفقه إسرار واضح على استمرار الجيش الذي رادع العدوان في الدفاع عن السيادة الوطنية ضد تدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الإنقلابيين توضيحات السراج لغتيرش سبقتها تصريحات للناطق باسم الجيش أقيد طيار محمد جنونو قال فيها أن عمليات بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي وتحرير مقدرات الليبيين من عبث المفسدين متواصلة حتى تحقيق هدافها كاملة تأتي هذه النقاط على الحروف من القيادات السياسية والعسكرية بالبلاد في وقت فقد حفتر ثقله بعد الهزائم الأخيرة مما جعل داعمه يتنصلون منه ومن عدوانه على العاصمة حيث كان آخرها الموقف الفرنسي على لسان الرئيس الإليزي إمانويل ماكرون وهم من اعترفوا منذ عام بمسؤوليتهم على وصول صواريخ الجافلين لميليشيات حفتر أثناء احتلالها لغريان ورغم الفضيحة التي رافقت الكشف عن هذه الصواريخ أثناء دحر ميليشيا الرجمة من المدينة ترقب مستمر لما ستألو إليه لحظات العسكرية والسياسية بالبلاد إلا أنه وبحسب المعطيات الحالية فإن أي خطوة قادمة على الصعيدين سيكون لتطورات التي جرت منذ ما يقارب الشهر بمطاقة الغربية أثرها الجالي عليها